لقطة أحمد علاء أحمد علاء شاقيق محمود علاء مدافع نادي الزمالك وأحمد علاء مدافع من قول العرب زي ما كنت لسه بقول سدت كورة عظيمة جدا في اللحظات الأخيرة تصويب رائع جدا جد في القايم وبعد كده سجل هدف قاتل جدا من قول العرب جاب لهم نقطتين صح حلو برافو أحمد علاء وعلى فكرة لعب مهزب جدا 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 خلاص دا احنا عمالين نقول يا ناس اهدوا ايه ده ليه يا جدعة طبعا عشان اللي مش عارف اللقطة دي هو بيعمل نسر لنادي الأهلشي ليه ليه دلوقتي الأمور المشحونة وإنه وإحنا عمالين نقول ايه يا تبادئين الموسم بهدوء وأمور سليمة وفيش حد بيعمل دوشة أصل اللي كان بيعمل أقول الناس اللي بتعمل دوشة مش موجودين وإحنا هنبقى مركزين في الرياضة وفي الكورة نعمل لقطة ليه مستفزة ما بفهمش افرح يا أخي افرح افرح زي ما تفرح بس ليه تعمل لقطة مستفزة الشيء المحمود لأحمد علاء إنه بعد المباراة اعتذر وعجبني كابت إن شاوي غريب في اللقاء بعد المباراة نادى يا أحمد علاء يا أحمد علاء أنا بعتزل لجمعين نادي الزمالك وإنا غلطان في اللي أنا عملت برافو 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 الله أحمد علاء في الاعتذار اللي قبلها لأ وأتمنى من كل لعبة مصر هجماعة بلاش اللقطات اللي هي بلا داعي بلا داعي عارف لو أقول لك مثلا إيه الجمهور كان عمال يشتموا فاستفزوا فاغلت على فاكرة حتى لو جمهور شتم ويستفزوا مش المفوض اللي هي بيعمل كده بس هبقى فاهم أنت عملت كده ليه كده تعمل كده ليه أصلا محطش كلمك ومحطش لمسك ومحطش قالك حاجة والدنيا سهلة وإنت مش منافس أساسي يعني مثلا ده مش ماتش أهل وزمالك أنت مش منافس للزمالك على اللقب الدوري مثلا تليك طموحات والزمالك ليه طموحات أخرى ليه تعمل لقطة زي دي من الأساس بس برضو حقا كان الحق راجل اعتذر وهنا تقفلت أنا بس قلت الكلام ده عشان لعيبة مصر مش شرط يسمعوني كلهم بس يعني اللي اسمع لو سمحت خلي الأمور هادية وخلينا مبسطين بالكورة وبالرياضة دي اللقطة